احنا شايفين بره مشهد مشرف وشايفين شيء لافت للنظر يعني الاهتمام بالتوجد في اللجنة الانتقابية المختلفة اللي موجودة في مختلف دول العالم المصريين في الخارج مصرين انهم يقولوا احنا صوتنا مهم وصوتنا فارق واحنا بنساعد في رسم شكل الجمهورية الجديدة تحية لكم أولاً تحية للسادة المشاهدين الملفت لي انا شخصياً ان انا فجئت بهزي الاعداد وهذا الكم الكبير من الناس اللي راحل في الخارج السنة دي الانتخابات يعني الاعداد دي متهيئة للاول مرة انا شوف هذا الكم من العداد يعني مش عارف ليه ايه التوجه ده ايه اللي حصل هل المصريين اللي في الخارج لمسين مدى النجاح في الداخل مدى اهمية اصواتهم اهمية توجههم في اللحظة الفريقة اللي بتمر بيها مصر والممطقة بالكامل مش عارف لكن هو في النهاية هو اعداد مهولة جداً اللفت انتباه كمان جوه الاعداد دي النساء الشباب يعني حجمه اكبر داخل هذه الكتة الانتخابية اللي متوجهة اماكن كمان ودول زي ما حضرتك حضرتك تفضلت يعني مثل السنغال مثلا ببالح انا فجئت انا بقلب كده في قناة ليت السنغال لا الاعداد كبيرة جداً يا جماعة حتى في الدول الافريقية اذا ما شوف الاكوادور والتشيلي وحاجات كمان في امريكا الجنوبية اه في امريكا اللاتينية حاجة غريبة جداً يعني والناس بعيدة اوي يعني مساحة جغرافية بعيدة اوي عن مصر لكن في ذات الوقت فيه اهتمام اكبر بالكلام ده ده الملفت للانتباه بدرجة كبيرة بالنسبة لي في هذا المشهد الانتخابي اه تاني حاجة يعني عملية المرشحين الاربعة كمان يعني عملية الاتزان والصمت والهدوء عدم عدم اللي هي الاشكاليات اللي كانت بتحصل في الانتخابات السابقة يعني احنا كنا بنشوف ايام الانتخابات السابقة ايام حكم الجماعة وما بعد حكم الجماعة بعد سقوطهم كنا بنشوف مهازل في القصة دي يعني موضوع الايام حكمهم مهازل كبيرة جداً في الخارج عملية استقطابات ضخمة جداً في العملية الانتخابية عملية هجوم لازع ونقد هدام للدولة وللمنافسين اه عملية ابتزاز متواصلة عن طريق الاعلام وعن طريق السوشيال صحيح عملية كذب واختلاق أحداث وإشعاعات وغيره كل الكلام ده متهاية اللي احنا مشوفناش ده يعني مشوفناش ده في المشهد الانتخابي الحالي لا مشوفناهش حاجة وده حاجة جميلة جداً وحاجة مبشرة جداً بالموضوع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة